انك تكون ضحية للعنف الأسري مش دايما بيكون واضح بيبتدي ببطء ممكن يتهيألك انك موهومة مهمومة وحاسة بالوحدة ومش فهمة ليه الإساءة ممكن تكون معنوية شتايم تهديدات انتقادات ممكن تكون مادية شريكك بيتحكم في الفلوس ومخليك معتمد عليه ممكن تكون جنسية شريكك ممكن يكبرك على ممارسة الجنس او بيتحكم في موانع الحمل وحرمك من حقك في اختيار انك تخلف طفل او لا الإساءة ممكن تكون جسدية مسببة اصابات وحتى الموت رغم كل محاولاتك انك تحمي نفسك ممكن تكوني حاسة ان ما فيش مهرب ممكن تكوني قلقانة من اللي ممكن شريكك يعمله فيك وفي اطفالك او في نفسه ممكن يوعدك انه يتغير او ممكن تفتكري انك ممكن تسعدي ممكن تكوني قلقانة من كلام الناس ممكن تكوني بتفكري ان الموضوع لازم يفضل سر لو تكلمتي هتتسببي في فضيحة لعيلتك ومجتمعك لكن العنف الاسري جريمة في ايرلندا تعرضك للإساءة مش غلطتك ومش مسئوليتك انك توقف فيه ناس كتيرة ممكن تساعدك لبر الامان طبيبك العام الأخصاء الاجتماعي جاردي أفراد العيلة او الاصدقاء الموثوق فيهم ملجأ المرأة الخط الساخن المجاني لمساعدة المرأة 24 ساعة او خدمة العنف الاسري المحلية انتي مش لوحدك ستات كتيرة في ايرلندا بتحصل على الدعم من خلال خدمات العنف الاسري واللي بيقدموا مساعدات معنوية وعملية زي مثلا المحافظة على الامان تربية الاطفال المصاحبة للمحكمة السكن وغير كده كتير كل خدمات العنف الاسري بتوفر مساحة خاصة وآمنة للاستماع بتديك اختيارات وبتدعمك وبتدعم كل السيدات بدون استثناء وبدون أحكام مسبقة الأولوية هتكون لأمنك صحتك وسلامتك وأيا ما كان اختيارك خدمات العنف الاسري هتكون معاك وهتدعمك مهما كان وضعك من ناحية الإقامة أو الهجرة ده مش لازم يمنعك من طلب المساعدة وإنك تلاقي دعم في اللي بيشغلك لو اللغة الإنجليزية صعب عليك خدمة الترجمة متاحة من خلال مساعدة المرأة وخدمة ترجمة خط اللغة ممكن تكوني فاكرة أنك متورطة لدرجة ملهاش مخرج لكن بالمساعدة الصح أنت كمان ممكن تلاقي طريق جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر